شهر أكتوبر شهر سعيد وأيضا في هذا الشهر الغير سعيد ابتعدنا عن المركز الأول وابتعدنا بفرق نقاط عن المتصدر بالطبع لا زال الموسم طويلا ونحن تركيزنا ينصب على الدوري القطري لا زالت أمامنا فرصة للفوز بهذا اللقب العزيز على على الجماهير السداوية مباراتنا أمام أم صلال لن تكون بالسهلة ولكن أتمنى أن نرى في مبارات الغد أن نرى ذلك السد الفريق السعيد السد الذي يمتع الجماهير السد الذي يسجل الأهداف ولا يتلقى الأهداف هذا ما أود وأسعى إلى رؤيته في مباراتنا أمام أم صلال والله عند مبارات مصلال يعني مصلال فريق مبسهل عندهم فريق مجووم قوي فعنا نحاول إن شاء الله أننا ما نستغل ولا هدف إن شاء الله ونطلع من مبارات فوز خصوصاً أن هذه المبارات مهمة لنا أن نضيعنا خمس نقاط نقاط بأخر مبارتين فنحاول إن شاء الله أننا نأخذ الصلاة المقاطة إن شاء الله أن نبدأ يديد إن شاء الله في الدولة أنا كمدرب مسؤول عن الفريق من الناحية البدنية وأيضاً من الناحية المعنوية السد نعم يعاني من الناحية النفسية ولكن نحن نعلم بأن السد لعبين كبار لعبين محترفين على أعلى المستويات سواء كانوا المحليين أو الأجانب وهم يستطيعون التغلب على العامل النفسي هم يعلمون أن الدوري لا زال على الطاولة وبإمكانهم أن يفوزوا بهذا اللقب لذلك أنا متأكد أن اللاعبين معنوياً جاهزين لمباراة الغد وهي مباراة الانطلاق الجديدة لللاعبين لو تحدثنا عن مباراة الأهلي السد لم يكن سيئاً ولكن كان نفسياً متأثراً بمباراة إيران ولكن حدث هذا الأمر منذ فترة والآن نحن جاهزون لنعود وإفراح جماهرنا السد داوية طبعاً يقول هو أنه دائماً يتلقى ضغط ولكن من نفسه على نفسه شعرف إذا شرحت بطريقة كويسة يعني الضغط الأول الذي يعاني منه المدرب جزبادو فيهيرا يكون من جزبادو فيهيرا هو من يضع الضغط على نفسه ليس هناك أي ضغط من الإدارة ليس هناك أي ضغط جماهيري لذلك هو يشعر بالحزن والأسى للنتائج التي يحققها فريق السد بالعكس والآن فرصة جاتني في أحسن وقت أن أنا أقدر ألعب مباريات مع الفريق الأول خاصة في أول موسم لي وأن أتعلم من الأخطاء وكل يوم عن يوم أحاول أن أطور نفسي وبالعكس الأخطاء تكون درس لي يعني أن أكون الشخص الذي أنا بوصله يعني إن شاء الله في المستقبل فالفرصة جات في الوقت المنزل الحمد لله المدرب حب يعقب على سؤالك لمشعل وقال مشعل لاعب لديه إمكانيات كبيرة وأتوقع له أن يكون من أحد أفضل الحراس في الدوري القطري وانضمامه إلى المنتخب في وقت قريب طبعا هو يعاني الضغط مثله مثلنا كلاعبين كبار وكجهاز فني ولكن ربما الكثير منكم لا يعلم بأن مشعل يعاني من إصابة ولعبة وهو مصاب في بعض المباريات ولكننا كنا نحتاجه واضطر للعب لقد قام بعمل الكثير مع السد ونحن من نعلم ذلك كجهاز فني نحن نعلم بكل ما أدى سعيد بما يؤديه في التدريبات وفي المباريات الرسمية وأيضا قمة الأخلاق التي يمتلكها هذا اللاعب وأتمنى له العودة سريعا من الأصابة التي يعاني منها ترجمة نانسي قنقر